أنا حتي في المحاضرات بتاعتي أفضل إقلaciones أنا بشتغل عليكم وأنا، ولا أشتغلش على مسلّة الفرئة الثانية يعني أنا, أنا ما أشتغل في الفرئة الثانية بتلعب إزاي فالحاجة دي بجي لي وإنا شغال والماتش شغال فأنا بأكدر من خبرات اللي أنا أبدر أتعامل بس أنا يأمون حاجة عندي لعب تانى أنتوا في الحالة وسن في الحالة دي أفضل幹嘛Jز을لي بها قوي عندهم في هارendas اللي أنا، بشتغل في الأصعب والرجال يقولي فرئة بعضها حتى التغييرات حتى المدرب شغالي ازاي ده اه اما احنا صعب جدا يعني اللي احنا عارفين الفرق وده انا قابلته في البطولة ابطال الدوري انه انا قلت بالعب الفرق انا معرفش مين بدول ولا تاريخهم ايه مع لعبات شكلهم اتغير سرعات وقوة وفرق اجسام حاجة انبهارضنا بيها طبعا بس اتعاملنا مع الواقع طبعا انبهارضنا بيها هل احنا عندنا بقى الفرصة انا فاهم ان احنا تأخرنا كثيرا في كرة قدم النساي بس الامور تحسنت كثيرا اخر سنتين وبدأت تتحسن اكتر واكيد انتو تتفق معايا في الرأي ده امتى بقى نبدأ نقول ان احنا اعلق ندر ننافس في البطولات الافرقية وبطولات على مية وميل وندر نشتغل طبعا خلينا نتفق بحاجة عندنا خامة اه عندنا خامة عندنا مواهب عندنا مواهب عندنا مدربين شغالين وزي باللغة القرى كده بيفحطوا في الصخر مع البنات عشان يعملوا حاجة عندنا احنا محتاجين نشترك حضرتك انا انا السنة الفاتحة بشترك في البطولة على ملعبنا انا اعتبر غريب مش عارف على ملعبنا ومش عارف اي حاجة عن معلومات بتاعت الفرق معرفش هما فين مستوهم من بعيد ولا احنا عملنا اكتحادات شخصية يعني بينا نبعد حاجات شخصية كده طبعا في القرى انا فيش مباريات متصورة كتير لعبة بتتغير احنا محتاجين نشترك اشتركنا في خلال سنتين اه طبعا انا كمدرب برضو احتكي بدلا ما بقى محالي ممكن احتكي بقى بالمدارس الاخرين اشوف مستوى فين اشوف لعبتي دي هتوصري بس احنا عندنا لعبات احنا عندنا لعبات على اعلى مستوى بس فانديها تانية عندنا عندنا محتاجين بس اشترك مرهان اول ما قلت انا جملة دي روح تشاورتي براسك انه احنا الدنيا تطورت اخر سنتين مثلا اه انت اكيد من بدري وانت بدأت اللاعب الكرة شفتي معاناة وشفتي امور صعبة ما كايتش ميسرة شوية دلوقتي دلوقتي بتلعب في بطلات وبتلعب في بطلات افريقية ايه اللي اختلف من زمان ودلوقتي اه دلوقتي بقيت بتلاقي نوادي بتجيب سبونسورز اه بقيت تلاقي فرقة مثلا بيتزع لها مطشاط بدون ذكر اسمائي بقيت عندك سوشال ميديا بقيت على تواصل مع لعبات اخرات من دول تانية بتشوف بيلعبوا فين السنبتس اللي بتظهر على اليوتيوب الحاجات دي كلها بتغذي عندك وبتديك خلفها ومعلومات وده اصلا اللي احنا عملناه واحنا داخلين ابطال افريقيا طيب انت نفسك كان فيه ثقافة والسؤال لي كنت اتنين بس هبدأ معاك يا مرهان انه كان فيه ثقافة زمان ان البنت بتلعبش كرة البنت بتلعب رياضات اخرى يعني فيه علعاب تانية للبنت لكن الكرة دي بتاعت الرجالة بتاعت الولاد حاسة ان الامور دي برضه اختلفت عند البنات بقى فيه بنات اكتر وبقى فيه قاعدة اكبر للبنات ان عايزين لعبوا كرة زادت كتير كتير قوي هي للأسف هي ما ابتدتش تزيد عشان الكرة النسائية هي زادت في امم افريقيا اللي احنا اصدفناها رجال في 2006 و 2010 هي ابتدت تزيد ابتدوا يتابعوا كرة فابتدوا يدوروا فابتدوا ينبهروا ان فيه كرة نسائية فابتدت تجرب فاختها الصغيرة ابتدت عاوزة تلعب بس اللي كان مكسوف ابتدى يتلعب وهتشاف والناس هتعرفني بعد كده صح انت بقى عندك حاجة ممكن تبقاش عند المدربين الرجال يعني اللي بلعبوا في فرق الرجال ان انت محتاج كوسة الكوتشينج بقى اكتر بكتير من التجهيز قبل المباراة ان انت بقى بتقرأ المباراة نفسها كم مرة بقى غيرت ساعة المباراة انا قلت هلعب كده تبقى هروح ناده اللي منت او لا روح المركز الفنان عشان واضح ان هما بيدغوطوا انت عندك صعوبة اكبر في مدربين حتى في مصر في العالم مدرب يعرف يحط طريقة لعب قبل المباراة كويس بس ما يعرفش يديني المباراة في مدربين بيعرف يعملون اتنين طبعا انت اهم مهارة عندك المفروض تكون اللي عرف تديني المباراة نفسها حصلتلي كتير قوي حتى اللعيبة بقى بتستاني بتقولي انت بتعمل تغييرات بسرعة بكتور ما عشان انا بتفاجي بحاجات بسرعة في حاجات او انا بدير المطش بتفاجي بيها بقى بنازل حاطت خطة معينة طريقة معينة هلعبية فبأضطر ان انا حاجة تانية خالص غير اللي في دماغنا خالص فبأضطر ان انا بعمل التغيير بسرعة وسألوني فيه كتير قوي سوء تغيير داخلي او تغيير من خارج الملعب صعب اوش لا لا اوش لو الاصعب بالنسبة للبنت بس انه بتلعب الحالة بتاعتها ايه النهاردة ممكن تبقى مبارح كويسة جدا مش فاية الساعة المباراة خلاص انا خلت منك بس اللي بتحسف رجالي انا كمان بي لا بس الرجال بتاع عفت يرجع بسرعة حتى اللاعب نفسه بيعرف يرجع بسرعة البنت ممكن تاخد وقت تاخد وقت الوقت شوطها بالماتش خلص انا بالماتش خلص المنطقة تيجا دايرت وكل حاجة بازت معك